السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم مشكلة محيارانا كلنا وعملانا قلق في السيارات هنحلها مع بعض بكل سهولة وعايزك تركز معايا وفي اخر الفيديو هقولك على اسباب اخرى لو لقيتها يبقى عندك نفس المشكلة او نفس الخدم في البداية هنعمل اختبار بسيط كده عشان نوري لحضراتكم الاهتزازات اللي موجودة في المحرك هنلاحظ مع بعض الاهتزازات وعدم استقرار المحرك هنلاحظ عدم الاستقرار والاهتزازات العالية جدا اللي في المحرك هنبدأ دلوقتي نشوف مع بعض ايه المشكلة وحلها بالتفصيل وبكل سهولة اول شي هنعمله هنيجي على البطارية ونبدأ نفوق بطرف السالب ونبدأ نختبر ونشوف مواصفات البطارية وهل عمرها الافتراضي تمام وممكن تكمل معايا ام لا وحنبدأ في اختبار البطارية وقبل ما نختبر لابد نشوف القيم اللي موجودة على البطارية هلاقي عندي الجهد او الفولت اتناشر فولت وعندي اربعة واربعين امبير ده امبير البطارية وحلاقي طيار التدوير او طاقة التدوير او الامبير الخاص بالتحريك على البارد تلتمية وتسعين امبير هنشوف دلوقتي هنستخدمه في ايه وهو اللي هنقدر من خلاله نحدد عمر البطارية وسحتها ونبدأ بعد كده في فحص البطارية عن طريق جهاز فحص البطاريات فيه انواع كتيرة جدا موجودة في السوق من الجهاز ده وكنا رفعنا حلقته الكاملة على القناة ونبدأ نوصل الطرف الموجب مع الموجب والسالب مع السالب هينور معي الجهاز مباشرة وحدد اضغط على زر الاوكي هتظهر معي اللوحة بالشكل ده كده اهو هعمل اول اختيار هضغط على اوكي هيقول لي البطارية نوعها ايه هي البطارية المغمورة الخاصة بالسيارات هقول له اوكي هيديني هنا بقى الكارنت او الطيار الخاص بالتحريك اللي هو الكرانكينج كارنت امبير هختاره حسب الرقم اللي شفناه مع بعض على البطارية واللي كان تلتمية وتسعين امبير هتبدأ تختار تابعا للبطارية هختار تلتمية وتسعين امبير وحبدأ في الاختبار التست اظهر لي ان البطارية صحتها تمانية وعشرين في المية فقط للأسف والطيار الكرانكينج او التحريك على البارد ميتين وتمنتاشر امبير او ميتين وعشر امبير من الطيار الاساسي اللي هو تلتمية وتسعين وطبعا البطارية مشحونة وجهدها فوق التلات تاشر يبقى كده في مشكلة عندي في البطارية او عمرها الافتراضي قارب على الانتهاء هنبدأ بعد كده نشوف حاجة مهمة جدا وهو ارض السيارة او ارض المحل هوصل ازاي للارض الرئيسي هلاقي عندي في طرف سالب البطارية هلاقي في طرف متصل مباشرة مع جسم السيارة للطرف اهو هلاقي متوصل بجسم السيارة مع الوقت بيحصل أو توصيل غير جيد للجزء مع جسم السيارة فحنبدأ افاككو هلاقي طبعا التوصيل في زيبات كنتكت او توصيل غير جيد اهو هنبدأ في التنظيف بالسنفرة وانا طبعا دايما برجح السنفرة النعمة اللي هي الف ومتين عشان ما تاكلش جزء كبير من المعدن او من الترميل ممكن تستخدم السنفرة الاعلى او سنفرة عالية مئة وعشرين بس طبعا هتجرح او هتعمل النطوقات في الترميل نفسه دي سنفرة نعمة جدا اهي الالف ومتين ولكن هتنظف معايه بشكل جيد وقدوم تاكل اجزاء كتيرة من الترميل او من طرف التوصيل هنا هناخد بالنا من حاجة مهمة جدا هنلاقي عندي الجزء ده هنا دي البوية بتاعت السيارة دليل ان السامولة متثبتة في التجويف الداخلي للجزء ده كده فلو انا كلت شوية من البوية او صنفرتها بالصنفرة الخشنة هتفرق معايا كتير جدا وحيبقى التوصيل جيد جدا وبشكل افضل من كده هجيب الصنفرة الخشنة شوية لو بصينا على الجزء ده هنلاقي عبارة عن بوية اهو هنبدأ احنا نصنفر شوية الجزء ده ولما بدأنا نصنفر فيه جزء اتعرى معايا من الجسم هنبدأ نصنفر شوية جزء بسيط زي التجويف او الجزء الداير ده هيظهر معايا هيبقى افضل بكتير وهيزبط معايا الارض افضل من الجسم لما شوية لما افضل 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 لما شلت جزء من البوية اللي ممكن تكون عملالي عازل وتؤثر على قوة وكفاءة أرض السيارة وأجي بعد كده بالصنفرة النعمة كمان أمشي على المكان ده أو الثخب ده ومعد كده أربط بقى وأنا متطمن أن الأرض الخاصة بسيارتي أصبح زي الفل وأشد على الطرف كويس ونضف القطواش أيضا لو كبرت كده حلاقي في بعض الرواسب أها ودي بتعمل لي مشاكل كبيرة أو توصيل غير جيد وتؤثر على المحرك وتعمل لي أو تسبب لي لاهتزازات آه حلاقي رواسب أهاي حبدأ بتنظفها وبعد كده أبدأ في توصيل التيرمينال ونبدأ نجرب بعد ما ضبطنا الأرض ونبدأ في تشغيل السيارة هنلاقي فرق كبير تستقر المحرك وضاعة الرجة والإهتزازات استقر المحرك بشكل كبير الحمد لله وما فيش أي اهتزاز ولا رجة في المحرك والمشكلة كانت طرف الأرضي أو سلك الأرضي اللي عامل مشاكل كبيرة جدا وقبل ما نختم هقولك على باقي الأسباب هتلاقي عندك ضعف عام في الكهرباء وأنوار السيارة والراديو هتلاقي الدينيمو ما بيشحنش البطارية كويس ودايما جهد البطارية منخفض هتلاقي كمان صعوبة في تشغيل السيارة مع بدء التشغيل تيجي تدور ما تدورش معك بسهولة وحتلاقي كمان حاجة ربعة ارتفاع درجة حرارة المحرك ويا ربا حضراتكم تكونوا استفادتم وشكرا جزيلا لكم